موسيقى أهلا فيك عزيز المستمع ولقاء جديد من برنامجك الأسبوعي أتلانتس المرة الماضية بدأنا في الحديث عن قيمة جديدة سميناها بقيمة الصداقة تكلمت عن تعريف الصداقة تحدث عن تخصصات لتدرس الصداقة وتكلمنا عن أنواعها وهذه مسألة مهمة أن تدرك أن هناك أنواع كثيرة من الصداقات وكيف أنت تستطيع تقسمها وفقا لما يتناسب معك ستحدث اليوم عن موضوع الصفات والصفات التي سندكرها في الصداقة هي الصداقة الإيجابية يعني هي الصداقة التي ندعو لها أن تكون لها قيمة هناك صداقات غير إيجابية ستكلم عن متى يجب أن توقف هذه الصداقة لما تصبح هي تشكل مضرة لكن أيضا لو فهمت الصفات ستفهم أن نقيضها يعني أنه ما تتوفر فيها الصفات هذه اللي ستذكرها هي أقل الصفات لأن الصداقة أيضا درجات هناك صداقة عميقة جدا بين أناس سجلوا تاريخ في الصداقة وهناك صداقات بسيطة يعني ترتقي إلى مستوى هي صداقة خاصة أو مقربة لكن أيضا بالدرجة تختلف فالإنتنسيتي أو الكثافة قد تختلف ولما نقول الكثافة والإنتنسيتي ما يعني أنه فيها يعني هيجان مشاعر لا أنه هيجان مشاعر في الصداقة وفي المحل الغلط صداقة مريحة ما فيها هيجان وفيها اعتاب ولوم دخلت في حاجة ثانية هذه ما هي صداقة هذه يعني ارتباط كثير من معاني الصداقة اللي تعلمناها ما لها علاقة في معنى الصداقة كثير من معاني الحب ما لها علاقة في الحب تذكر مثلا في الأفلام المسلسلات تعلمنا أن الحب هو احتياج وهذا مو حب هذا attachment فمعظم اللي تشوفها في الأفلام وفي قصص التاريخ وقيس وليلة ورومي وجوليد وغيرهم من القصص اللي في الأفلام وكذا هي في الحقيقة يعني هو ارتباط مرضي ما هو حب الحب شي مختلف تماما وظن نحن تكلمنا عنها بالكفاية لما تكلمنا عن قيمة الحب نفس الشي مع الصداقة الصداقة هي مو ارتباط مرضي يعني لو شخص قال لك أنه ما يريد يكون صديق خلاص أنا موضوع ما في حرج ولا في انزعاج بتاتا خلنا نتكلم عن هذه الصفات راح أذكر سبع صفات الصفة الأولى هو أن الصداقة متوازية متوازية يعني أخذ وعطه يعني مثلا لو كنت أنا صديقك وبعدين تتقع في أزمة وأنا أساعدك وبعدين تتقع في أزمة وأنا أساعدك وبعدين تتقع خلاص يعني هذه ما صارت صداقة هذه شفقة صح ولا لا وخليك منتبه بالذات من الناس اللي دايما يطالبون وين الأصدقاء وين الصديق هذول بالذات ذول المزعجين لأنهم هما ما يعرفون العطاء فالصداقة هي أخذ وعطه لابد أن يكون أخذ وعطاء بس الأخذ مشكلة وكذلك بس العطاء أيضا مشكلة لو ظليت أعطي 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 فأنا حنزعج لأنه ما قعد أحصل شيء في المقابل أو آخذ لو ظليت أخذ 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 هو حينزعج فلأنه ما قعد يستفيد شيء من هذه الصداقة صداقة مساهمة مشاركة استفادة من بعض بعض الناس يقول لك لا الصداقة ما فيها طيب أوكي ماشي ممتاز هذا الكلام طبق على نفسك أنت ظل أعطي بس ولا تسأل يعني مو تطلب من الناس أنهم يعطونك طوال الوقت فإذا أنت مؤمن فيها طبق شيء اللي أنت مؤمن فيه صفة ثانية هي صفة الاحترام أن الصداقة مبنية كذلك على الاحترام بين الطرفين الاحترام هذا حيتكرر معانا شفت أنت تكرر معانا في الحب وحيتكرر فيه قيم كثيرة أن الاحترام مسألة مهمة جدا وخليك منتبه حنا في المجتمعات العربية ما نعرف كثير عن الاحترام بس نتكلم كثير عن الاحترام إحنا أكثر أمة تتكلم عن الاحترام الأمة العربية أقل أمة تمارس الاحترام تغريبا هي الأمة العربية فخليك منتبه يعني ما لك علاقة ترى الناس لما يتكلمون عن شيء بكثرة هم قد يكونون بحاجة له يعني إذا ما كانوا هم معلمين ولقى قد يكونون هم بحاجة له فالعرب ما عندهم كثير احترام فيجب مراعاة هذا المسائل يعني هذه يعني دبل فوكس تحتاج منك إذا كنت أنت صديق وتكون صديق أنك أنت تعمل دبل فوكس على الاحترام فغالب الناس في الوطن العربي ما تعلموا هذه المسائل وممكن ما يوقف في الدور مثلا وما يعتبر أن هذا يخدش بالاحترام ممكن يفوت بالسيارة ويلف على شخص وما يعتبر أن ممكن يكون مثلا فيه فراغ شوي بينك وبين السيارة اللي أمامك وانت تارك هذا الفراغ تعمدا يجي واحد من اليمين ويلف وياخذ هذا الفراغ طبعا هذه كلها قلة أدب وعدم احترام وهذا دلالة على أن الشخص هذا لا يفقه هذا المعنى والناس ما تعرف ومو بالضرورة هو يعملها متعمد لا هو ما تربى على الاحترام فذاك هو ما يعرف الاحترام أصلا إذا أعطيتك كثير من الاحترام يدي أشيك فيك أنا ألاحظها ساعات في فيسبوك أو في تويتر أنا أقدر الناس فعني أراعيهم في أن أعطيهم شيء من الوقت لما أكتب مثلا تغريدة أقول يعني عيب أكتبها وأمشي كده خلي شوي أعلق على شوي التعليقات أشارك معهم أساهم كده هذا من باب أنا أعملها من باب الاحترام لما أسوي شوي تعليقات يبدون هم يعقون تعليقات بقى ناس غير لائقة وتعليقات بقى إخر ليش أن هم يحسوننا لاحترام تومات هم أصلا يبدون ما يحترمونك كفاية وذلك مشاهير العرب غالبا ما يعلقون في تويتر وفيسبوك وكذا هم ما يردون لأنهم يعتقدوننا إذا علقنا حننزل من احترامنا وهذول الناس كده يجب أن تعاملهم بهذه الطريقة وهم في الحقيقة تشتغل معهم يعني يجبون أتباع أكثر وفولوورس أكثر بهذه الطريقة يعني طبعا لأنه هدفهم يمكن يجمعون عداد أنا شخصيا ما عندي هذا الهدف أنه أجمع عداد كثيرة وكذا أنا أعتقد أنه واحد خير من ألف إذا كان هو يمتاز بصفات معينة كان في سؤال في الفيسبوك عن موضوع الأصدقاء هذولا واللي هم عملي لك فولووك أنت وين تعتقد هل هم هذول متفرجين ولا برا الملعب ولا معرفة لا أنا أعتقد أنهم لاعبين أنا أعتقد أن عملائنا أصدقائنا يعني اللي هم يعملون معنا هذولا هم لاعبين رئيسيين في صناعة السلام والمحبة كقد يكونون عندهم قائد قد يكون أنا أو غيري وكذا لكن هم أيضا لاعبين رئيسيين مو مهم منه يقود المهم أنك أنت تقود رسالتك هذا المهم فأنا قد أكون في دولة ومحترم القائد محترم الرئيس أو الأمير أو الملك محترم أنه هو في قيادته وكذا ولكن أنا قائد كذلك رسالتي ولا أنافسه هو في قيادته فهذا المعنى يجب أن يكون واضح فذلك الاحترام خليك منتبه يعني الناس ما عندها الاحترام العالي طبعا في مجتمعات تربط على الاحترام تم تروح بريطانيا أنا سجل هذه الحلقات حاليا من بريطانيا في بريطانيا المسألة مختلفة شوية الناس بشكل عام محترمة يعني مثلا المسلمين يسيئون لهم طول وقت يدهسونهم يفجرونهم يسبونهم يشتمونهم يكفرونهم يؤمنون بينهم خالدين بالنار ومع ذلك تجد الإنجليزي محرج جدا لما يتكلم مع العربي يحس أنه قد يضغط عليه زيادة لأن في عرب مشوهين سمعتها وأنا ما أحب أوريك أن أنا كإنجليزي متأثر بهذا العرب لا ما تقول لي من عرجين حنا لو عندنا جنسية أساءت نسيئ لكل الجنسية يعني حنا عندنا نسيئ لكل الجنسية يعني في بريطانيا لو حد صار ضد المسلمين ويحصل أن يطلعوا الناس عنصريين بريطانيين ولا ألمان ولا أمريكان ولا أين كان فشي صير يصير أن المسلمين يردون بقوة ويقولون عب عليكم هذه عنصرية هذه ما هي ديمقراطية وحقهم طبعا ويردون حنا لو عندنا واحد من جنسية أسيوية مثلا أو عصابة شكل أو خمسة وستة وبعدين سووا جريمة في البلد أو كذا بعدين قام وزير الداخلية بإقصاء جميع هذه الجنسية الكل حيصفق له الكل حيصفق ولا أحد حيتكلم يقول عف هذا القرار الجاد هذا هو فما يعرفون الاحترام هم يعني يرون أن الحقوق لهم فقط دون غيرهم هم لهم الحق في الجنة دون غيرهم هم لهم الحق في الإيمان دون غيرهم هم لهم الحق أنهم يبنون مساجد في كل دول العالم بس ما أحد لحق أن يبني كنايس في بلدانهم أو مثلا معابد هم يرون أنهم لهم الحق في أنهم ينشرون دينهم وتقاليدهم وعاداتهم والبسهم وأكلهم وكذا بس ما يرون أن أي أحد له الحق في أنه ينشر دينه ولا عاداته ولا تقاليده ولا كذا هم يعتبرون لما مسلم أو عربي يروح إلى بلاد الغرب وينشر شيء عن العروب أو عن الإسلام فهذا إنسان عظيم لكن لما يأتي مثلا مستشرق أو مبشر يدعو مثلا في بلدانهم للمسيحية أو لليهودية أو ما أدري لأي دين أو لأي قيمة يعتقدون أن هذا يجب أن يواجه بالقوة وبالقانون فما يعرفون هذا المعنى المعنى هذا مموجود يعني هم ليست لديهم عدد هم مثلا يعتقدون بالفتح يعني يعتقدون أنه يسمونه فتح كذا الغزو اللي صار على إسبانيا يعتقدون أن هذا فتح يوناس عرب وغزوا إسبانيا وأخذوه وسموها الأندلس وكذا وقاموا حضارة فيها وكذا هم يعتبرون أن هذا حق من حقوق المسلمين بس هم ما يعتقدون أن الإسرائيلي له حق أنه أيضا يغزو فلسطين ويقيم حضارة عليه إذا كنت توافق على المبدأ يجب أن توافق أنا شخصية مموافق على المبدأ أنا أقول هذولا غزات دخلوا إلى إسبانيا وغزوا البلدان مثل ما هذولا غزات كذلك يجب على ذولا أن يعدون الوضع وذولا يعدون الوضع المسلمين يعتذرون يقولون أننا نتأسفوا كذا والجماعة الإسرائيليين يعتذرون يتأسفونه ويروحون الله يسهل عليهم مكان ظاني لكن هم يعني يعملون بنفس المبدأ وذلك لأن نحن نؤمن بهذا الشيء نجده في حياتنا ينعكس لأن نحن نؤمن بالفتح وبالغزو وكذا فصار علينا فتح وغزو وكذا بالنهاية يعني كما إنما تجزون ما كنتم تعملون هذا اللي حنا نعمله هذا اللي حنا نجزى به هذا اللي نؤمن فيه هذا الذي نجده ويتجلى خليك منتبه أن الموازين مختلة مموجودة لا موازين العدالة ولا الاحترام ولا كذا فأنت متكون في مجتمع هو يمارس الاحترام أنا أسوق السيارة مثلا في بريطانيا لا أجي عند الدوار مثلا مستحيل حد يطوف ولا معرفش ولو حصل يعني حالة استثنائية لكن هناك أي أن كان هو الأصل سوق في مكة وشوف سوق في مكة وأنت تعرف أنت تنصدم ذول المسلمين يعني هل يعقل؟ طب إذا ذول المسلمين هذا الإسلام مو جيد يعني بصراحة إذا هذول كانوا مسلمين وهذه أفعالهم هذا دينهم طيب هو هل يمتسبب في هذا الشيء صحيح ولا لا وهم حين قاعدين يقولون كثير من الناس بالذات مثل شخص مثل ريتشارد داوكن ولا سام هاريس كلهم يقولون نفس الكلام يقولون هذا دينهم متفضل هذا الدين وقاعدين لكن طبعا أكيد 100% أنه مو هو هم يتصرفون بالمعتقد بذلك أنا سمي التدين ما سمي الدين فذلك الاحترام مسألة مهمة جدا فانتبه لها في الصداقة كونك أنك أنت صديق لا يبيح لك أنك أنت تتعدى على الشخص الآخر بعدم الاحترام لا هذا مو من حقك أصلا مو من حقك تتعدى باحترام على أي أحد حتى لو كان زوج أو زوجة أو ابن أو أي كان لا يحق للشخص أن يتجاوز هذه المسألة من الصفات كذلك صفة الحب يعني الصداقة فيها محبة تتحب هذا الشخص تحب الجلوس معه تحبك الغزالي في كتابة أحياء علوم الدين كنت أحفظها أنا من أيام التدين يقول أن المؤمنة إذا أحب المؤمنة أحب كلبه عندها فصل كامل في قضية الصداقة ويسميها الأخوة طبعا يعني الشخص أنت لما تحب شخص لما تشوف سيارته تحب السيارة لما تشوف المدينة اللي يروح لها هو تحب أنت المدينة لما تشوف اللون اللي هو يحب فهذا لأن طاقة محبة تنتشر تحب لباسها تحب طريقتها تحب صياغتها وهذا هذا طبيعي لأن الشخص مجبول على حب ما يحبه المحب في ذلك المحبة جزء رئيسي من الصداقة وهي ركن رئيسي من الصفات كذلك الدعم يعني أن الشخص الصديق لم يكون محتاج إلى شيء أو إلى كلمة أو إلى إرشاد أو إلى حاجة مادية أو مالية أو شخصية أو نفسية أو يعني معنوية فتجد الصديق يبادل على طول في الوقوف معه فالدعم مسألة يعني مجبولة على الصداقة لما شخص من الأصدقاء نفضح من عشرة من الأصدقاء وواحد مننا حتاج نبادل على طول العشرة نجتمع ونعمل اجتماع ونعمل عاصو ذهني ونشو شون نقدر نساعده ونعينه ونقف معه وك فهم الأصدقاء أقوى من الأقرباء في هذه المسألة أقوى من الأقرباء طام على أيام اختلت الموازين عند العرب قاموا ينظرون إلى موضوع يعني الدم رابطة الدم أكثر من رابطة الصداقة وهذا الخلل العظيم لأنه عند العرب في الأصل ما كان موجود ولما جاء الإسلام عزز هذه المسألة أكثر لما آخى بين المهاجرين والأنصار يعني كسر حطم هذه المسألة فيذلك الدعم أصل في الصداقة موجود في الصداقة أكثر مما هو موجود في القرابة من الصفات كذلك دعم النجاحات يعني لما أنت تشوف الصديق نجح تفرح تسعد بعض الناس عند أشكالية في هذا الموضوع لما يشوف آخرين ينجحون هو يضايق وينزعج على فكرة إذا كان هذا شعور عندك وهو عند غالبية من الناس أوكي فأنت لا تحزن كثير وتنزعج لكنه عند أكثر من 70% من الناس لأنهما في الحقيق المستوى الوعي عندهم منخفض فإذا كان عندك هذا الموضوع عندك أشكالية لابد من حسمها وإذا ما كنت تحب نجاحات الآخرين فأنت عندك مشكلة يعني الأصل الأصل إن إنسان عندما يسمع بنجاح أي شخص في أي مكان من أين كان يسعد هذا الأصل ليش؟ أنا شخصيا أقول أي إنسان ينجح في أي مكان على الأرض أنا مستفيد منه 100% أي إنسان يسعد أنا مستفيد 100% والعكس طبعا صحيح أنه حيعيق وإن كنا نستطيع أن نبني حواجز بأننا نحن ما نتأثر بالسلب بس ليش؟ ما نتأثر بالإيجاب بالعكس خلي الباب مفتوح فأنت لا تعمل تحصين ضد الإيجاب أعمل تحصين ضد السلب لا تعمل تحصين ضد كل شيء فقط ضد السلب فإذلك أي شخص ينجح فأنا مستفيد البشرية كلها مستفيدة شون إذا كان صديق 100% بيني وبينها رابطة أكثر فأنا مستفيد وحتى أنه ما كنت مستفيد هو مستفيد إذن أنا سعيد إذا كان هو ناجح فبعض الناس لأي ينزعج ويزعل ويحسد وكل أنا ما تعلم وهو في الحقيقة ما يعرف الحب يعني غير المشروط ما يعرف هذه المعاني من الصداقة السامية وما تربى عليها تربى من صغر على حسد ومنافسة الدنيا قائمة على منافسة انتظر حتى يطلع كتابة الرباط اللي إحنا نحن قاعدين أنا يشتغل على الإشراف على ترجمته وحتشوف هذا المعنى العظيم اللي تطرحها لنماك تاقرت في كيف أن التنافسية إش كثر هي تسببت في مشاكل كبيرة في المجتمعات وإش كثر هي اليوم تتسبب والأمة اليوم العربية والإسلامية تعيش التنافسية طول وقت طول الوقت تقارن نفسها ببقية الأمم طول الوقت تقارن نفسها بالأزمنة الأخرى طول وقت ما يعرف أصلا أي معنية في الذهن على طول تجي إلى منافسة يجي إلى شيء منافس يأم الأمم الأخرى يأم المعرفة شيء يأم الماضي يأم المستقبل هم موجودين هنا والآن هم موجودين في تنافس مع هناك وفي تنافس مع قبل أو بعد في ذلك هذه المسألة تنتبه لها أنه هو الصداقة فيها دعم للنجاحات من صفات الصداقة كذلك التجاوز أن الصديق يتجاوز عن صديقه يعني أحيانا قد يقول كلمة كذا قد يخضي قد يغضب قد يعصب قد يتصرف تصرف بائغ عادي يعني يجوز له ما لا يجوز لعامة الناس فهو مثل ما كل ما تقرب منك الشخص أكثر أصبح التجاوز أكثر يعني يستحق التجاوز أكثر فإذا أنت ما تريد تعطيها التجاوز بعده خلاص لا تخليه قريب فتستطعت بعدها تبعدها إلى مرحلة ما يتجاوز أنا بالنسبة لي أنت إنسان عادي حالك حال بقية البشر لكن لما يكون صديق لا هو مو حال حال بقية البشر وفي الحقيقة يمتلك صلاحيات ما يمتلكها غير طبعا هذه الصلاحيات ما تتجاوز خصوصياتك والتدخل في حياتك لا هذا مو صديق هذا متدخل فيذلك إلى حد معين لكن أنت اللي تتجاوز مو هو اللي يتجاوز يعني مو الشخص هو يجوز له التجاوز لا أنت يجوز لك السماح بالتجاوز يعني أنت يأتي منك أنك أنت تتسامح أوكي وتتجاوز الأخطاء أوكي بس أنا ما يجوز لي يكون أنا صديق ولا أنا أدخل في حياته وأتغلق بأسراره لا لا هذا تجاوز الاحترام هذه المسألة ما لا علاقة فيذلك يعني في الصداقة صفة التجاوز صفة أخيرة كذلك أن الصداقة مبنية على المتعة مبنية على الاستمتاع فأنت لما تكون معصا أنت تشعر بالاستمتاع تضحك تبتسم تسعد تروح إلى تمارس هواية تمارس سفر صيد سباح لعب فهي مبنية على الاستمتاع والمتعة طب لو غابت هذه المسألة أصبحت الآن الصداقة مزعزعة هذه صداقة مش جيدة فالصداقة مبنية على الاستمتاع هذه سبع صفات قد تبين لك بعض أهم الصفات في الصداقة خلنا ناخد تمرين في هذا المعنى اكتب عندك السبع صفات انها متوازية احترام حب الدعم دعم النجاحات تجاوز والاستمتاع وصنف كل وحدة فيها كم تعطيها طبعا اختار مثلا ثلاثة من أصدقائك القريبين يعني وشوف وين تصنف نفسك بشكل عام يعني اش كتر انت عندك محبة لهم اش كتر انت عندك توازي توازي يعني اخذوا عاطة انت تعطيهم هم يعطونك انت تأخذ منهم هم يأخذون منك كده طبعا تأخذوا تعطيه مش بالضرورة شيء مادي لكن القصد ان انت تتصل فيهم هم يتصلون فيك انت ترسلهم هم يرسلولك انت تلتغ فيهم هم يلتقون فيك انت تعزمهم هم يعزمونك شيء كده ففي اخذ في توازي يعني كم في محبة كم في احترام كم في دعم كم في استمتاع قيمها بحيث ان كل واحدة من هذولة كم تعطيها من واحد الى ثلاثة فحنعتبر انها ثلاثة قمة الصفات نعتبرنا اثنين من توسط واحد معنات انها ضعيف فقيم هذه المسألة والقاك في اللقاء القادم باذن الله عندما تتواجد اتلانتس في نفوسنا فانها تتجلى فيما بعد في واقعنا حتى لو ننصنع اتلانتس في كل الكون البيئات الصغيرة تصنع لنا العالم الذي نريد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر